موسيقى قمة الرياض الاسلامية الامريكية تدين مواقف ايران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة القوات العراقية تتقدم نحو الموصل القديمة وتحرر ايزيديات من قبضة داعش موسيقى مجلس الامن يقرر عقد جلسة طارئة لمناقشة اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا موسيقى اهلا بكم الى نشرة اخبار اليوم دان البيان الختامي للقمة العربية الاسلامية الامريكية مواقف النظام الايراني العدائية واستمرار تدخلاته في شؤون الدول الداخلية والالتزام بالتصدي لذلك كما رفض البيان ممارسات النظام الايراني وتواصل دعمه للارهاب والتطرف واكد البيان على تنسيق المواقف والرؤى بين العالمين العربي والاسلامي والولايات المتحدة وبانه سيكون على اعلى مستوى كما دع البيان الختامي الى تعزيز العمل المشترك لحماية المياه الاقليمية ومكافحة القرصنة قال ولي عهد ابو ضبي الشيخ محمد بن زايد النهيان ان علاقة دول الخليج بالولايات المتحدة تقوم على اسس صلبة وترابط مصالح ورؤى مشتركة واضاف ولي عهد ابو ضبي عقب انتهاء القمة الخليجية الامريكية ان القمة دليل على اهمية دول المجلس عالميا مؤكدا ان دور السعودية كبير في تقوية العمل الخليجي ومواجهة الاخطار عربيا وخلال القمة اكد رئيس الامريكي دونالد ترامب ان مركز مكافحة الارهاب يمثل اعلانا واضحا بان على الدول الاسلامية اخذوا زمام المبادرة في مكافحة الارهاب ترامب اشهد بالدور السياسي الفعال الذي تلعبه السعودية نحن نصنع التاريخ من جديد بافتتاح ناء المركز العالمي لمحاربة ايدولوجية التطرف والواقع في المركز العالمي الاسلامي هذا المركز العظيم يمثل اعلانا واضحا بان على الدول الاسلامية اخذ زمام المبادرة في مكافحة الارهاب وانا اشيد بمواقف الملك سلمان السياسية وقيادته الفعالة والقوية وابعيد اختتام القمة شهدت العاصمة السعودية الرياض فعاليات الدورة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف والارهاب الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية احتضنت العاصمة الرياض فعاليات الدورة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الارهاب الذي ينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية برعاية التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب جمع المنتدى تحت سقف واحد مجموعة من ابرز الخبراء الدوليين لمناقشة عدد من اهم القضايا الملحة على الاجندة العالمية مثل طبيعة التطرف وانواعه والتصور المستقبلي للارهاب ودور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التطرف لا شك ان المنتدى هذا يأتي في وقت جدا مهم وحساس وهو يعبر عن الدور الرائد للمملكة الحقيقة والتحالف الاسلامي في جمع الكلمة ومحاولة جمع الخبرات ايضا وتحت مظلة واحدة والاستماع لكافة وجهات النظر ايضا مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية كان جهده يذكر فيشكر في تنظيم هذا المؤتمر الرائع في هذا الوقت المهم والحساس لا شك ان الان اذا نظرنا لآفة الارهاب من اهم الاسباب التي تدعو لاستمراره هي الحروب الاهلية والقلاقل في الدول المحيطة بنا لن تجدي اي محاولة لهزيمة الارهاب عسكريا اذا لم يكن معها ايضا محاولة لهزيمته ايديولوجيا وكذلك اعلاميا واقتصاديا لا فائدة الحقيقة من اننا نهزم داعش مثلا في مدن معينة لتأتي بعدها ميليشيات ارهابية اخرى موالية لايران مثلا لتحل محلها لان الارهاب التطرف تغذى على بعض لا بد ان تكون هناك استراتيجية جامعة شاملة لمحاربة هذا الفكر الضال وهذا الداء الخبيث ضم المنتدى اربع جلسات نقاشية الاولى بعنوان داعش النسخة الثانية ومستقبل الارهاب والجلسة الثانية تتحدث عن التطرف الالكتروني الى الارهاب الواقعي اما الثالثة كانت عن روابط الاتصال بين الجريمة والارهاب والاخيرة تحدثت عن مواجهة الارهاب والصورة الاقليمية ركزت هذه الجلسات على قضايا الارهاب الرئيسية التي تواجه العالم واستكشاف الاليات الممكنة التي يمكن من خلالها للدول العمل معا لاجاد حلول للتعامل مع افة الارهاب التي تمثل احدى اكثر التحديات الحاحن ليس فحسب بالنسبة للعالم الاسلامي بل للعالم اجمع وعلى القمم العربية التي تصدفها الرياض التقت كاميرا اخبار الان مع خبراء اقتصاديين تحدثوا عن اهمية زيارة ترامب اقتصاديا وانعكاساتها على المملكة وحول الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين طبعا التوطين الصناعات هذا الشرط من شروط الاستثمارات والعقود التي تمت بين السعودية وامريكا خصوصا حلونا نتكلم على قطاع الصناعات المسلحة والعسكرية راح يكتم توطين 50% من هذه الصناعات وزي ما شفنا على سبيل المثال توقيع مصنع تجميع طائرات بلاك هوك الامريكية الهلوكوبتر بقيمة 9 مليار هذا المصنع بيكون التقني وعالي ويتطلب طبعا المواصفات خاصة راح يكون هو مثال لتوطين الصناعات عندنا صناعات كثيرة العقود كانت بحدود 110 مليار على عدة سنوات راح يكون فيها توطين عالي للصناعة لذلك احنا ما نتوقع ان كلها تكون عقود شرائهية ستكون عقود استثمارات وعقود مشتركة لنقل صناعات إلى السعودية قيس على كذا على كل القطاعات التي تم التوقيع فيها قطاعات النفط والغاز قطاع البترو كيميكل سابق وقعت مع شركات بترو كيميكل لإنشاء مصانع داخل السعودية قطاعات العقارية كذلك لاستثمار شركات امريكية في قطاع العقار السعودي والاستفادة من التجربة الامريكية فلذلك القطاعات كلها راح تكون على هذا المنوان والاتفاقيات راح يكون فيها نسب توطين كبيرة استعداد القطاع الخاص أو مدى تحمله طبعا القطاع الخاص يحتاج إلى وقت حتى يستطيع أن يتعامل مع هذه المتغيرات وهذا دور الحكومة التي تهيي القطاع الخاص قلال الفترة القادمة في اعداد مراش عمل والتشاور والجلسة مع القطاع الخاص لطرح المنافسات وطرح الفرص الاستثمارية اللي راح تتم مع أو من ضمن هذه الاتفاقيات نحن في المملكة العربية السعودية كوني مواطن سعودي غالبية اقتصادنا معتمد على النفط بشكل كبير الآن مع وجود هذه الشركات وتطوير التقنيات والصناعة الحديثة سيكون فيه تنوع في مصادر الدخل وهذا ما تسعى له الحكومة المملكة العربية السعودية أضيف إلى ذلك أن هذا سيجعل من المملكة العربية السعودية بإذن الله منبع للاكتشافات واختراعات أيضا لمنافسة الدول العظمى في المجال الاقتصادي الصناعي فاصل قصير ونواصل نشطنا إبقوا معنا ألمكم من جديد أعلنت القوات العراقية عن استعادة 47 حيا في الجانب الغربي للموصل من تنظيم داعش وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق عبدالغني الأسدي إن إعلان نهاية وجود تنظيم داعش في كامل الجانب الغربي للموصل سيكون في وقت قريب وقالت مصادر عراقية إن المواجهات تجري حاليا في حي النجار القريب من حي السابع عشر من تموز وهو آخر الأحياء التي أعلنت القوات العراقية اقتحامها له أمس السبت في محاولة لاستعادته من تنظيم داعش مشاهدين وردنا قبل قليلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن غادر الرياض الآن بعد انتهاء القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالأمس قتل ما يسمى بمسؤول الشؤون الإدارية لنينوى والرقة في تنظيم داعش الإرهابي محمد مجبل الجواري بضربة جوية غرب مدينة الموصل شمال العراق حسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية هذا وتمكنت القوات العراقية أمس من تحرير ست قرى ومجمع سكاني غرب الموصل وبحسب مصدر عسكري عراقي فقد تم تحرير مجمع تل بنات السكاني وقرى عين فتح الجنوبي وعين غزال الأولى وعين غزال الثانية وباشوك وخيلو وتل خان مشيرا إلى أن العملية نجحت بعد محاصرة تامة وعمليات ليلية استمرت لعدة أيام أدت إلى انهيار مسلحي التنظيم تمكنت قوات الرد السريع العراقية من تحرير عدد من الأيزيديات التي كنا مختطفات لدى ثلاثة من قادة داعش لدى اقتحام إحدى المنازل في حي السابع عشر من تموز بعد قليل من تحرير هذه المنطقة الوقع غرب الموصل وسام يوسف رفق القوات العراقية خلال تحريرها الأيزيديات وعاد بهذا التقرير من منزل إلى منزل تقتحم قوات الرد السريع العراقية أثناء تحريرها منطقة السابع عشر من تموز غربية الموصل أو كار مسلحي داعش لتحفر في هذا المنزل على فتاتين أزيديتين كان التنظيم قد اختطفهما قبل ثلاث سنوات بعد أن قتل المقاتلون العراقيون ثلاثا من مسلحي داعش هنا من بداية تفرقنا كلنا مع بعض عوالي بوحد البنات بوحد مزاوجات بصفحة البنات بوحدة يأخذون كل البنات المام الزوجين اللي لا يقبل شاتل واليقبل هي التمشي رحمة عميان يقول إن واحد أبو كارم لا ما عرفت كان إحنا بإيسار ومن إيسار جينا على هنا التموز ومات لنا قالوا أكو بنات قال أخذوا على السورية قالوا أختي غادي بالرقاهس وحدة انتحرد وهي ثانية هي كبيرة انتحرد قبل ما يأخذونها تناكلوا بنات سوية قالوا هين داعش جاءوا يأخذونكم هي جاء قال أروح أكتل نفسي قبل ما يأخذوني أحسن لي تنقل قوات رد السرية الفتاتين إلى أحد مقراتها الخلفية في انتظار قدوم عائلتيهما لاستلامهما ولكن الخوف كان باديا على الفتاتين فاستعانت القوات العراقية بإحدى السيدات من المناطق القريبة كي تهدئ من روائهما بعد معاناة اختطافهما لسنوات من قبل مقاتلي داعش تم قتل أمراء تنظيم داعش المحتجزين اليزيديات اثنيا وتم أخلاها إلى مناطق آمنة ومن ثم تسليم إلى ذويهم من قبل أبطال فرقة الرد السريع المنطقة التي تم تحرير هذه اليزيديات من قبل اللواء الأول الفوج الأول الأبطال لفرقة الرد السريع قام باغتت العدو من خلف العدو وتم اقتحام المنزل وأخلاق المدنيين ومن ضمن المدنيين تواجهت أحد اليزيديات في هذا المكان وتستمر عمليات التطهير من قبل القوات العراقية من منزل إلى آخر بحثا عن مقاتلي داعش المتحصنين داخل المنازل والذين يتخذون من المدنيين دروعا بشرية كي تنقذهم حيث أن العوائل تخشى الخروج إلى حين رؤيتهم للمقاتلين العراقيين خشية من بطش مقاتلي داعش ومع اقتراب نهاية مهركة تحرير مدينة الموصل ومحاصرة مقاتلي داعش في ثلاث أحياء فقط يترقب أهالي المخطوفين والمفقودين من سكان المدينة مصير الآلاف من أبنائهم وبناتهم حسى أن تعثر عليهم القوات العراقية على قيد الحياة في المتبقي من مناطق الموصل فاد مراسل أخبار الآن بأن قوات الأسد تقصف بصورة عنيفة بالمدفعية أحياء درع البلد بالتزامن مع تقدم عناصر حزب الله اللبناني إلى مواقع في حي المنشية في المقابل تصدت فصائل الجبهة الجنوبية للميليشيات الطائفية ودمر الدبابة حسب تصريح غرفة عمليات البنيان المرصوص ومتزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بشكل عنيف أبو عدأي هو مقاتل في الجيش السوري الحر وصل إلى مخيم ركبان وسط الصحراء السورية بعد اجتيازه مسافات طويلة قادما من محافظة درع تطوع في نقل المرضى من وإلى المخيم الممتد على مساحة عشرين كيلومترا فضلا عن مشاركته في حماية النزحين وتأمين متطلباتهم نتابع قصته أنا كنت موجود في درعاء وجيت من هناك مشي أنا وبعض من الشباب لهانة على مخيم ركبان 8-5 تيام مشي وجينا لهانة شفنا في ناس بحاجة لمساعدة والحمد لله كان لنا لله سبحانه وتعالى فضل كبير أنه نساعدهم أمن علينا الله بالفضل هذا أنه نساعدهم عشنا يوميات معهم نفيق الصبح نروح على المرضى وين في مريض نروح ناخده من بيته وين في إنسان محتاج نروح نساعده هاي يومياتنا من الصباح حتى غياب الشمس نرجع على المعسكر أو نرجع على المكاننا اللي احنا متوجدين فيه نرتاح فيه كنا نساعد المرضى نجيبهم من البيوت من المخيم للنقطة الأردنية كنا ندخلهم حتى أمرار ندخل معهم لجوة حفظا على سلامتهم ومساعدتهم حتى نكمل واجبنا نساعدهم شفت شيء بالطفل الرضيع ما حدا ما شفناه يعني شيء ما ما فيك توصفه يعني شفنا الانفجر فيه الغام شفنا الانفجر فيه مثلا الصوبية شفنا اللي محترق شفنا اللي مشلول شفنا أشياء ما فينا يوصفها يعني أثرت حتى آخر شيء بطلنا نحس بحالنا أنه إحنا بشر أو عندنا مشاعر بعد من خلص شغلنا والعمل اللي احنا نقدرنا نساعد ونخلص فيه احنا في عندنا استراحة نتغدى وأكل ومثلا شاي ونرتاح شوي نغسل الصلاة القهوة نشرب قهوة مرة احنا عايشين كأخوة بالمنطقة هاي ما اللي يقدم روحه قدامك هذا انسان حتى أخوك اللي كان بعيد عنك أنا أعتبره أنه أهم من أخوي والآن أنا موجود في مخيم رقبان صار لي خمس شهور بدون عيالي بدون أهلي بدون بيتي أهمي الوحيد يكون بين الناس هذه وأكون أساعدهم على حاجاتهم اليومية حتى لو كلفني حياتي أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال فريق طوارئ على وجه السرعة إلى اليمن للسيطرة على تفشي وباء الكوليرا ووصفت المنظمة تفشي المرض بأنه مثير للفزع جراء انتشاره بسرعة غير مسبوقة بعد وفاته نحو 250 شخصا الشهر الماضي وتقول جمعية إنقاذ الطفولة إن مئات الحالات المشتبه بها يتم الإبلاغ عنها كل يوم وإن تفشي المرض يكمن أو يمكن أن يصبح قريبا وباء رئيسيا أكدت وسائل إعلام في كوريا الشمالية تجربة الصاروخ الباليستي متوسط المدى التي أشرف عليها الزعيم كيم جونج أون الأحد وكان الصاروخ الذي أطلقت بيونج يان قطع مسافة تقدر بـ 500 كيلومتر وسقط في بحر اليابان وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إن هذه التجربة حطمت آمالها في إقامة السلام مع جارتها الشمالية يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا الأحد بحسب ما أعلنت بعثة الأوروكوي التي تترأس المجلس في أيار مايو وأوضحت البعثة أن هذه الجلسة تأتي بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية دع رئيس الفرنسي الجديد منويل ماكرون إلى زيادة التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي للتصدي لأزمة الهجرة قائلا إن أعضاء الاتحاد لم يولوا الاهتمام الكافي بتحضيرات إيطاليا من العبء المتنامي لهذه الأزمة بضيفا أنه يجب تعزيز القواعد لحماية العاملين من الإغراق الاجتماعي وتحسين اللوائح بشأن المشتريات العامة وفي إشارة إلى إيطاليا التي استقبلت أكثر من 45 ألف شخص وصلوا بالقوارب من شمال إفريقيا منذ بداية هذا العام وحده قال رئيس الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي عليه أيضا أن يجد طريقة لتحسين عملية اقتسام أعباء التدفق الكبير للمهاجرين عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل علماء أمريكيون يطورون آلية لإيقاف نشاط بروتين الجوع في المخ أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الحياة التي عنونت أول حقيبة حطت على القمر معروضة للبيع في مزاد وضع رواد سفينة الفضاء أبولو 11 أول عينة من مواد من القمر خلال رحلتهم إلى هناك سنة 1969 في حقيبة بسيطة مربعة الشكل وبيضاء اللون وربما يصل سعر هذه الحقيبة حاليا إلى أربعة ملايين دولار في مزاد بمدينة نيويورك وتوجد في الحقيبة التي استخدمها أول من نزل على سطح القمر نيل أمسترونج أثار من التراب الذي أخذ من سطح القمر وإلى صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت أول قناة تلفزيونية نسائية في بلد الرجال بدأت قناة تلفزيونية جديدة مخصصة للنساء بثها في أفغانستان لتصبح الأولى من نوعها التي تشمل طاقم عمل نسائي من موديعات ومنتجات يصلط انطلاق القناة التلفزيونية الضوء على تغيير يحدث في أفغانستان فيما وراء القصص اليومية للعنف حتى إن كان هذا التغيير بطيئا وغير منتظم أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فقد عنونت بخمسة ملايين وستمائة ألف دولار تصبح جارا لملكة بريطانيا إذا أردت أن تسكن على مرمى حجر من قصر باكينغ هام مقر العائلة الملكة في بريطانيا فالفرصة قد باتت سانيحة الآن ولكن فقط إذا كنت مليونيرا فعلى الجانب الآخر من طريق يحف بالقصر التاريخي الشهير ستجد مبنى استعاد رونقه العتيق بعد عمليات تجديدا استمرت عدة سنوات وهو يضم ستة شقق سكنية فاخرة معروضة للبيع تتراوح أسعارها بين خمسة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي للشقة المؤلفة من غرفتين وتصل إلى أكثر من ثلاثة وعشرين مليون دولار للشقة الواقعة في الطابق العلوي والمؤلفة من ثلاث غرف أما صحيفة البيان الإماراتية فقد عنونات أسمن رجل في العالم على خطى إيمان عبد العاطي تنفس أسمن رجل في العالم السعداء بعد أن فقد جزءا من وزنه الكبير الذي جعله طريح الفراش طوال سنوات واستطاع المكسيكي خوان بيدرو فرانكو الذي يسير على درب المصرية إيمان عبد العاطي التي بدأت رحلة إنقاص وزنها منذ فترة الحديث للصحفيين بعد أيام من إجرائه عملية إنقاص وزن أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونات أسرة بريطانية تخرق المعتاد وتنتظر مولودها العشرين المألوف في الدول الغربية إحجام الناس عن الإنجاب أو اكتفاؤهم بعدد قليلا منهم لكن أسرة بريطانية خرقت المعتاد وتستعد في أيامنا هذه لاستقبال مولودها العشرين لتكون بذلك من أكبر عائلات البلاد عددا ويقول ربال أسرة إن أخذ حمامات لأبنائهم يستدعي لوحده عدة جالونات من الشامبو وتستغرق العملية عدة ساعات خلال فترة المساء علماء أمريكيون يطورون آلية لإيقاف نشاط بروتين الجوع في المخ تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عابير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجوع بعد مرور فترة قصيرة على تناولهم الطعام وخاصة أولئك الذين يتبعون الحميات الغذائية الغير صحية من أجل فقدان الوزن بسرعة حيث أن تقليل السعرات الحرارية المتناولة أكثر من اللازم وبصورة مبالغ فيها لها دور رئيسي بالإحساس بحالة الشعور بالجوع لكن الآن هناك بارقة أمل جديدة وهو توصل عدد من العلماء الأمريكيين إلى آلية لإيقاف نشاط بروتين الجوع في المخ مما يحد الإحساس بالجوع فقد استطاع العلماء في جامعة أمريكية من تحديد الخلايا في مخ ذبابة الفاكهة المتحكمة في تنظيم بروتين الجوع والتحكم والسيطرة على هذه الخلايا مما يؤثر على كمية الطعام المتناولة لذباب الفاكهة ولدراسة آلية عمل بروتين الجوع لجأ العلماء إلى حرمان ذبابة الفاكهة من الخميرة وهي مصدر البروتين الحيوالي لمدة أسبوع كامل ليكتشفوا بعد ذلك قيام ذبابة الفاكهة بتناول المزيد من الخميرة مع تراجع معدلات استهلاكها للسكريات مقارنة بأقرانها ممن اتبعوا حمية غذائية محددة أحرز نادي ريال مدريد لقب الدور الإسباني لأول مرة منذ خمس سنوات بعد أن فاز على مضيفه ملقى بهدفين نظيفين أداف النادي الملكي جاءت عبر النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وكريم بنزما في الدقيقة الخمسة والخمسين وكان يكفي ريال مدريد التعادل بغض النظر عن نتيجة مباراة غريمه برشلون الذي حقق فوزا صعبا على ضيفه إيبار بأربعة أهداف مقابل هدفين نتابع مع المشاهدين جانبا من احتفالات جماهير ريال مدريد بالفوز بلاقب الليغة الإسبانية للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخ النادي بساحة ثبلس إذن مشاهدين جماهير الريال تحتفل الآن في ساحة الثبلس الساحة التي يحتفل فيها الريال بالعادة في قلب العاصمة مدريد عندما يحصل على ألقابه طبعا هو اللقب الثالث والثلاثين للريال وأيضا النادي الملكي سيلاقي يوينتوس في نهاي دور أبطال أوروبا في الثالث من حزيران بالغاية اشتركوا في القناة للمرة السادسة على التوالي بعد فوزه على كروتوني بثلاثية نظيفة يوفينتوس تقدم بالشوط الأول بهدفين من توقيع مانزوكيتش وديبالا وأضاف أليكساندرول هدف الثالث بالشوط الثاني ليحقق فريق السيد العجوز رقما قياسيا بعد تتويجه باللقب السادس على التوالي ورفع فريق المدرب ماسيميليانو أليغري رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة بفريق أربع نقاط عن ملاحقه روما ليحرز ثنائي المحلية للموسم الثالث على التوالي بعد إحرازه لقب الكاس قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين قمة الرياض الإسلامية الأمريكية تدين مواقف إيران العدائية وتدخلاتها في دول المنطقة القوات العراقية تتقدم نحو الموصل القديم وتحرر أيزيديات من قبضة داعش مجلس الأمن يقرر عقد جلسة طارئة لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكراً جزيلاً لكم لتريب المتابعة وإلى لقاء شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم